بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نزيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضررا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك نفتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نزيرا أو يلقاها إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسعورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة صغيرة إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيزا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك صبورا لا تدعوا اليوم صبورا واحدا وادعوا صبورا كثيرا قل أذالك خير أم جنة الخلد التي بعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقولوا أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نزقه عذابا كبيرا وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لياكلون الطعام إنهم لياكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعدكم لبعد انفتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا صدق الله مولانا العظم أتصبرون وكان ربك بصيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يرجون لقاءنا لو لا انذل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا فيه أنفسهم وعتوا عطواً كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرا يوم يذل المجرمين ويقولون حجراً محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فاجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً على الكافرين عسيرا ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلة ليتني لم أتخذ فلاناً خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدا كذلك لنسبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شرهم مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذاباً أليماً وعاداً وثمودا وأصحاب الرس وقروناً بين ذلك كثيرا وكلاً ضربنا له الأمثال وكلاً تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطرسوا أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أنصبرنا عليها وصوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هوا فأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكناً ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً ماء طهوراً لنعجي به بلدة ميتاً ونشقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسياً كثيراً ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأباها أكثر الناس إلا كفوراً ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيراً فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهاداً كبيراً وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما بردخاً وحجراً محجوراً وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيراً وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلاً وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بدنوب عباده خبيراً الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيراً وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنا اسجد لما تأمرنا وزادهم نفوراً تبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً والذين يقولون ربنا صرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً إنها ساءت مستقراً ومقاماً والذين إذا أنفقوا لم يصرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يذنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاماً يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاب والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغ مروا الكرام والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صمهم وعميانا والذين يقولون ربنا هبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعجن وجعلنا للمتقين إماماً أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً خالدين فيها حسنت مستقراً ومقاماً قل ما يعبوا بكم ربي لو لا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكونوا لزاماً